أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد ما زال الكلام في مبحث الاستدلال على أن الإمامة أو الخلافة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن تكون بنص من الله سبحانه وتعالى وبينا في الحلقة السابقة أن أهل السنة ذهبوا إلى شروط لا بد أن تتوفر للشخص حتى يكون خليفة أو يكون إماماً للمسلمين ووقع الإختلاف في كثرة وقلة تلك الشروط وهذا أن يدل يدل لعدم وجود النص وإلا لو كان النص موجود في تشخيص وتحديد شروط الإمام لما وقع الإختلاف في كثرتها أو قلتها وفي هذه الحلقة إن شاء الله نبين ما يذهب إليه الشيعة من أتباع مدرسة أهل البيت على أن الإمام لا بد فيها أو أن الإمام لا بد فيه من شروط هذه الشروط تجعله متميزاً بل أن هذه الشروط لا بد أن تجعل من هذا الإمام معصوماً وحتى نقف على هذه الحقيقة نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمارس مجموعة أمور في حياته من هذه الأمور التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وآله في حياته وقبل مماته أنه كان يفسر الكتاب الكريم للأمة باعتبار أن آيات القرآن ليس لكل إنسان له القدرة على أن يقف عليها باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل الآيات فيها ما هو متشابه وما هو محكم فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولاً يفسر القرآن ثانياً يبين الأحكام للموضوعات باعتباره المشرع للأحكام الشرعية والأحداث التي تقع في حياة الأمة الإسلامية وثانياً كان يرد على الحملات التشكيكية والتساؤلات العويصة المريبة التي كانت تثير أو كانت تثار من قبل أعداء الإسلام كثير من المشككين كثير من أعداء الإسلام كانوا يحاولون أن يشككون المؤمنين بالإسلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد على تلك التشكيكات وعلى تلك التساؤلات ورابعاً كان النبي يصون الدين من التحريف والدس باعتبار أن أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم حاولوا أن يضعوا الأحاديث والروايات التي تقلل من شأن هذا الدين الخاتم العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه الأربعة كان النبي يمارسها في حياته قطعاً بعدما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى فإن تلك الأربعة ستكون ثغور لا بد من سدها وحتى تسد تلك الثغور لا بد من شخصية عظيمة لها القدرة والمرتبة أنها تكون قريبة من مرتبة النبي إلا أنها لا توصف بالنبوة لها القدرة ولها المعرفة ولها العلم الواسع الذي يجعلها متمكنة من تفسير كتاب الله وحفظ الدين ورد الشبهات وغيرها من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور تلك الأمور وهنا نكون أمام ثلاث احتمالات بعد وفاة النبي أصبح لدينا ثغرة وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمارس تلك الأمور الأربعة وهنا ثلاث احتمالات الاحتمال الأول ألا يبد الشارع اهتماماً بسد هذا الفراغ الهائل بعد النبي الشارع يغض النظر وما لا علاقة بهذه القضية تبقى هذه الثغور ويوكل أمر هذه القضية إلماً إلى الأمة هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني أن تكون الأمة قد بلغت بفضل جهود صاحب الدعوة في أعدادها بحيث تكون قادرة على سد هذا الفراغ بنفسها الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمكن أن يعد الأمة أعداداً تكون قابلة على سد النقص الذي تمثل الفراغ الذي تمثل بغيبة النبي وانتقال النبي إلى الرفيق الأعلى الاحتمال الثالث أن يستودع صاحب الدعوة كل ما تلقاه من المعارف والأحكام بالوحي جميع الأمور التي تلقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الوحي هذه الأمور العلوم التي أعطيت إلى النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستودعها إلى شخص يقوم بالمهمة من بعده إذن هنا ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول أن الشرع يغض النظر ويوكل الأمر إلى الأمة الاحتمال الثاني أن الأمة ببركة وإعداد وجهود النبي بلغت مرحلة لها القدرة على سد هذا النقص الاحتمال الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستودع الشخص تلك العلوم والمعارف التي أعطيت إليه من قبل الله سبحانه وتعالى نحاول أن نقف على هذه الاحتمالات الثلاثة حتى نرى أيهما الأصح فنقول بالنسبة إلى الاحتمال الأول أن الشرع لا يبدي اهتماما هذا مرفوض وغير مقبول عقلا لأن الشرع لم يترك أبسط الأمور إلا وقد حدده وشخصه فكيف بهذه المسألة العظيمة أن الشرع لا يعطي رأيه فيها فنقول أما الاحتمال الأول فساقط جدا لا يحتاج إلى البحث فإنه لا ينسجم مع غرض البعثة لأن هذا مخالف إلما إلى غرض بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاحتمال الأول ساقط بقي عندنا الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث أما الاحتمال الثاني وهو أن الأمة كانت مؤهلة لسد تلك الفراغات لعل هناك من يزعم أن الأمة كانت قادرة على ملع هذا الفراغ ولكن التاريخ يكشف خلاف ذلك البعث يدعي أنه الأمة قادرة ما يحتاج أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشخص الأمة لها القدرة أن تسد ذلك الفراغ الذي حدث بعد غياب النبي غير أن التاريخ والمحاسبات الاجتماعية يبطلان هذه النظرة ويضدانها ويثبتاني أنه لم يقدر للأمة ببلوغ تلك المرحلة طبعا ما هو الدليل الدليل على مستوى التفسير وعلى مستوى الجانب التشريع وعلى مستوى رد التشكيكات والشبهات يعني على المستويات الثلاثة نحن عندما نرجع نجد أن الأمة ليست لها قدرة على ذلك فكيف للأمة أن تسد الفراغ المتبقي على مستوى التفسير مثلا لو جئنا إلى قوله تعالى قال الله سبحانه وتعالى فَخْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرافق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنْ هذه الآية القرآنية وقع فيها الخلاف منهم من يذهب إلى أن عطف الرجل على الرأس يعطف الرجل وين؟ على الرأس ومنهم من قائل بعطف الرجل على الأيدي فعلى الأول يصح المسح الذي يعطف الرجل على الرأس يصح المسح والذي يعطف الرجل على الأيدي يصح ماذا؟ الغسل فإذن المسلمون بهذه الآية اختلفوا كل من عند رأيه هذا الأول الآية الأولى الآية الثانية كمثال على اختلاف الأمة في التفسير وعدم وصول الأمة إلى مرحلة بحيث تتمكن من الوصول إلى الحكم الواقعي لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يفتل الأمة يوصل الأمة إلى الحكم الواقع لا نريد نحن أحكام ظاهرية وبالنتيجة أن المكلف يسأل يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى الآية القرآنية الأخرى قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما في هذه الآية أيضا وقع الخلاف فقد اختلفت الأمة في موضع القطع فمن قائل بأن القطع من أصول الأصابع وعليه الإمامية ومن قائل بأن القطع من المفصل بين الكتفي والذراع وعليه الأمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن قائل بأن القطع من المنكب كما عليه الخوارج وهكذا كم وكم وكم من الآيات القرآنية طبعا ضيق الوقت لا نتمكن أن نعرض جميع الآيات ولكن السامع بإمكانه أن يرجع على الاختلافات التي وقعت في السور القرآنية في تفسير الأحكام الشرعية وغيرها من التفاسير سواء كانت على مستوى الأحكام الشرعية أو مستوى الأحكام الحقائدية فإذن الفراغ الأول وهو تفسير القرآن لم تتمكن الأمة بالوصول إلى سده فكيف ببقية الأمور التي كان يتصدى لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله أن ينور قلوبنا ويهدينا لما فيه الصلاح ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر